الإدارة علم وعمل أو يجب أن تقوم بها الإدارة في سبيل تحقيق الأهداف اللي نحن قلناها في التخطيط التنظيم يعني إيش؟ يعني تنظيم العمل فيما بين الإدارات المختلفة حتى لأنه أي شركة ما فيها إدارة وحدة إنما فيها إدارات متعددة الإدارة المالية في إدارة التسويق في إدارة الإنتاج في إدارة الموارد البشرية في إدارة المشتريات والمخازن هذه كلها إدارات أنا لما أقول مدير يجب أن يكون لدي قدرة على أن أنظم هذه العلاقة فيما بين هذه الإدارات الخمسة والستة والسبعة وطفر إذن التنظيم هو الهيكل التنظيمي الذي من خلاله يستطيع المدير أن يحدد ما هي العلاقة ما بين المدير والرئيس والمرؤوس ونحن نسميها هنا خطوط السلطة والصلاحيات وبعدين لما نفوض المدير تنتقل الأوامر من الإدارة العنية إلى الإدارة الوسطى ثم إلى الإدارة الدنيا وهذه السلسلة نسميها نحن التنظيم الإداري الإدارة علم وعمل